ام اكري الواطع عايزة تحبسني في البيت ده عايزة تقعد تتفرج علي وانا متشوها لكن انا هقتلها هقتلها فهم الو هايفرد واسمالك فين ابني ابتتحرك لالتالية موسيقى 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 يا حاجة نورة يبتلك الكلبات تباعي الولاد عرب عالي موسيقى هوري انت كنت تقدر يترفعي عانيك فيها طب انا هخرج من هنا وهجب علي يشعقك نصين وهجب العشد واقول له مالا عملتي فينا انا عرف هاي عملت دي ايو عارف انا فهم كل حاجة فتونك وحاسس بيكي داليا مجرمة موتت مراد صاحب الفيلا دي اتحكت عليه وتجوزته وخدت كل فلوسه دي ما كانها في السجن ايو عا انا كان لازم ابلغ عنها بس ملتقتش عشان محب الولد ده ومش عايزه يتقذي وانا متأكد ان انت كمان ملحبه ايو انا بحبه اه عايز ايه اصلك انت مش فاهم حاجة الوليه دي عبساني هنا عايزة تحط تفرج علي ايو انا متشابوية انا هستخرج مال وشك من جزاء الامر دي تعويرة بسيطة هتبوح كمان كم يوم واذا كان على خروجك من هنا ده طرط بسيط كنت انا هخرجك من هنا ازاي انا اللي بدفع لكل الحراسة هقول لهم بس سهلة جدا يلا 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 عشان تلبسي احلى فستان عندك هخرجيك خروجة تنسي الدنيا بعدها اه يلا سيب السكينة تعمل سيب السكينة ايوه يا حبيب مش ارحمك اللي عملتين سمع مش ارحمك يا فتوم يلا عشان تغيري عشان يخرب انا هبير وارجع لك عمودة انا مستنيك كاكيتش يا تايم اختوبة هي ادي توني بكل سهولة بتاعي بتاعي حقك عليا يا حبيب حقك عليا روح لبامك انا مشيها من البيت انا اسف ان انا سبتك معا خلاص بقى الواد مععوب كفاية؟ كانت عايزة تقتله يا مختار كانت عايزة تتبح ابني مو زونيش كانت هتعمل كده انا عمت ان ربنا سطر وهي قدتني الولد بكل سهولة سعد اي يا سعد لا مفيش حاجة الحمد لله موقف سخيف وعدة لا مظنش داليا هانم هتيجي الشركة النهاردة هكلمك انا هجيلك انا يلا سلام انا عايزة عود مع ابن مش هنزل الشركة النهاردة ماشي لو مش عايزة تروحي بكرة كمان مترايش بكرة يا ريت استرمن كل حاجة مختار في الشركة الفترة دي الغاية مع عصار بتهدى شوية حاضر بس الموضوع الحمد لله عاد على خير اهو مش بحتاجة بقى عصار لا محتاجة بقولك انت عايزة تقتل ابني دي مجنونة ماشي انا عايزة مختارة لأسر عايزة عود مع ابني لوحدي حاضر لو احتاجتي حاجة يكلميني تشكر قوي مخطو يا حبيب الحبيب اللي بغمك انت الحبيب هي روحي ولميني يا حبيب الشركة اسمها الاتحاد وهي شركة كبيرة جدا في الخليج وبتشتغل في المراكزات الغذائية زي المرباط والعصاير وحاجات تانية كتيرة زي دي الشركة دي بقالها ثلاث سنين في السوق وفي الفترة الأوليلة دي قدرت تعمل سومة عائلة لها هم عاوزين يبنوا مصنع في مصر هنا وطلبين تحديد معاد معنا فياريت حضرتك تبلغ مادام داليا وتشوف المعاد اللي يناسبها حاضر بعد أربعة ياب يوم الاتنين مثلا بس داليا مش هكو موجودة هنعناقب معاهم هنشوف شروطهم إيه ونتفع على النقطة الرئيسية الأول وبعد كده نبقى لها بكرا يا فندم لجنة الاستلام هتنزل الكمباوند عشان محضر استلام التشتبات لازم يتمكني ما أنا عارف هم يخلصوا بس التقرير والإجراءات تمشي يعادي سالما اي انت فين يعني الوقتي طيب زي ما اتفقنا هجيلك سلام أنا لازم أبشي طيب أنا عارف إن مادام داليا قدومها شوية على ما تركز مع الشرك ولازم كلنا نرتب نفسنا على الجدى بس على الأقل يكون فيه ومواحد علشان التوقعات ويا ريت يا ريت يا مختار يكون اليوم ده ثابت ومعروف للكل حاضر بسلام 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 عليكم بسلام عليكم أمر أستاذ 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 فيه إيه ما كلمك طيب يا عمي ماشي أمر أنا عايز نقبل صاحبة البيت أقول لها مين أقول لها محروس 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 اسكندراني طيب يطلع برا كده دياحة يطلع بس برا كده محروس 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 محروس